اشتركوا في القناة احتمالات الحوادث المستقلة باستخدام مخطط الشجرة الاحتمالية احتمالات الحوادث المستقلة درست في الحصة السابقة الحدثان المستقلان إذا كان احتمال الحدث A هو P of A واحتمال الحدث B هو P of B يكون A و B حدثين مستقلين إذا وفقط إذا كان احتمال حدثهما معا هو P of A times P of B أي أن A و B حدثان مستقلان إذا وفقط إذا P of A و B equals P of A times P of B المثال الثاني الصفحة العاشرة بعد المائتين إذا كانت هناك إشارة مرور في الطريق إلى المدرسة وكان احتمال أن تكون خضراء عند الوصول إليها كل يوم هو 30% أوجد احتمال أن تكون خضراء في يومين متتاليين الحل ما هو المطلوب؟ أحسنتم إيجاد احتمال أن تكون الإشارة خضراء في يومين متتاليين وماذا نقصد بذلك؟ أي أنه يريد إيجاد احتمال أن تكون الإشارة في اليوم الأول خضراء عند الوصول إليها وأيضا أن تكون خضراء في اليوم الثاني عند الوصول إليها وهل حدث أن تكون الإشارة خضراء في اليوم الأول مستقل عن حدث الإشارة خضراء في اليوم الثاني؟ نعم هذه الحوادث حوادث مستقلة إذ لا يوجد تأثير للون الإشارة في اليوم الأول على ما سيكون لون الإشارة في اليوم الثاني وبما أنها حوادث مستقلة فسوف نعتمد مبدأ الضرب لإيجاد التقاطع إذن سينتج عن ذلك احتمال أن تكون خضراء في اليوم الأول times احتمال أن تكون خضراء في اليوم الثاني وما هو احتمال أن تكون خضراء في اليوم الأول؟ أحسنت من المعطيات 30% والتي تساوي 0.30 عوضها في القاعدة وبما أن هذه الحوادث مستقلة إذن فإذن احتمال أن تكون خضراء في اليوم الثاني أيضا 0.30 إذن احتمال أن تكون الإشارة خضراء في يومين متتاليين عند الوصول إليها هو 0.09 حاول أن تحل التمرين الرابع الصفحة الخامس عشر بعد المائتين إذا كان احتمال أن يسجل راشد ركلة جزاء هو 60% أوجد احتمال أن يسجل راشد ركلتين جزاء متتاليتين عزيزي الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك تحقق من صحة الحل ما هو المطلوب؟ أحسنت إيجاد احتمال أن يسجل راشد ركلتين جزاء متتاليتين وماذا نعني بذلك؟ أي أنه يريد إيجاد احتمال أن يسجل راشد ركلة الجزاء الأولى وأن يسجل أيضا ركلة الجزاء الثانية وهل حدث تسجيل ركلة الجزاء الأولى مستقل عن حدث تسجيل ركلة الجزاء الثانية؟ نعم هذين الحدثين مستقلين فلا تأثير لحدث تسجيل ركلة الجزاء الأولى على احتمال تسجيل ركلة الجزاء الثانية وبما أنها حوادث مستقلة فسوف نعتمد مبدأ الضرب لإيجاد التقاطع وكيف طبقت مبدأ الضرب على هذه المسألة؟ أحسنت سوف ينتج لدينا احتمال تسجيل ركلة الجزاء الأولى ضرب احتمال تسجيل ركلة الجزاء الثانية وما هو احتمال تسجيل ركلة الجزاء الأولى؟ أحسنت من المعطيات 60% والتي تساوي 0.60 عوضها في القاعدة وبما أن هذين الحدثين مستقلين فذلك يعني أن احتمال تسجيل ركلة الجزاء الثانية أيضا 0.60 وذلك يعني أن احتمال أن يسجل راشد ركلتين جزاء متتالهتين هو 0.36 المثال الثالث الصفحة الحادية 10 بعد المائتين لدينا علبتان من البسكويت A وB تحتوي العلبة A على قطعتين من البسكويت بالشوكولات وقطعتين من البسكويت بالفستق وتحتوي العلبة B على قطعة واحدة من البسكويت بالشوكولات إذا سحبنا قطعة من البسكويت عشوائيا أوجد احتمال أن تكون قطعة بسكويت بالشوكولات الحل من المعطيات لديك العلبة A والتي تحوي قطعتين بالشوكولات وقطعتين بالفستق والعلبة B والتي تحوي قطعة واحدة بالشوكولات يا ترى ما هو المطلوب؟ أحسنت المطلوب إيجاد احتمال أن تسحب قطعة واحدة من البسكويت ولكن على أن تكون بطعم الشوكولات ويا ترى عند اختيارك لقطعة البسكويت هذه هل بإمكانك إجراء هذا الجزء من التجربة دون تقرير أي العلبتين سوف تختار أولا؟ لا، لابد عليك أن تختار العلبة أولا حيث أنه لا يمكنك اعتبار العلبتين معا مجموعة واحدة من العناصر لاحظ أن فرصة اختيار قطعة البسكويت بالشوكولات من العلبة B أكبر من فرصة اختيار قطعة البسكويت بالشوكولات من العلبة A وذلك يعني أنك ستقوم بإجراء هذه التجربة على مرحلتين المرحلة الأولى اختيار إحدى العلبتين المرحلة الثانية اختيار قطعة البسكويت وكيف يمكن إذن أن نفسر جملة المطلوب؟ وذلك يعني أنك تبحث احتمال أن تختار العلبة A بداية ومن ثم قطعة البسكويت بالشوكولات أو قد لا تختار العلبة A وإنما تختار العلبة B بداية ومن ثم تختار قطعة بسكويت بالشوكولات ولإيجاد هذا الاحتمال من الأسهل علينا أن نكون مخطط الشجر الإحتمالية لنبدأ بالمرحلة الأولى ما هي خيارات المرحلة الأولى؟ أحسنتم قد نختار العلبة A أو قد نختار العلبة B والآن ما هي خيارات المرحلة الثانية؟ لتحديد خيارات المرحلة الثانية يجب أن ندرس كل اختيار في المرحلة الأولى على حدة لنبدأ بالعلبة A ما هي اختيارات البسكويت للمرحلة الثانية إذا كانت العلبة الأولى A؟ أحسنت لديك خيارين فالعلبة A تحوي قطع من البسكويت بالشوكولات وقطع من البسكويت بالفستق وسوف نرمز للبسكويت بطعم الشوكولات بالحرف C وللبسكويت بطعم الفستق بالحرف P وما هي خيارات البسكويت للمرحلة الثانية إذا كانت العلبة في المرحلة الأولى هي B؟ أحسنت لحظت أن علبة البسكويت B لا تحوي إلا طعما واحدا وهو الشوكولات والآن املأ مخطط الشجرة بقيم الاحتمالات لنبدأ بالمرحلة الأولى ما هو احتمال اختيار العلبة A؟ أحسنت 1 over 2 علبة من علبتين وبالتبسيط يساوي 0.5 وما هو احتمال اختيار العلبة B؟ أحسنت أيضا 1 over 2 اختيار علبة من علبتين وبالتبسيط equals 0.5 ضع هذه القيم على الشجرة الاحتمالية أما بالنسبة للمرحلة الثانية فسوف تنقسم إلى جزئين بداية المرحلة الثانية إذا كانت العلبة A ما هو احتمال أن تسحب قطعة بسكويت بالشوكولات؟ بما أن عدد قطع البسكويت بالشوكولات هي 2 وعدد القطع الكلي في العلبة A هو 4 إذن فإن احتمال C equals 2 over 4 وبالتبسيط 0.5 وما هو احتمال سحب قطعة من البسكويت بالفستق؟ بما أن عدد قطع البسكويت بالفستق هو 2 وعدد القطع الكلي هو 4 في العلبة A فإن احتمال سحب قطعة من البسكويت من العلبة A هو 2 over 4 وبالتبسيط 0.5 ضع هذه القيم على الشجرة الاحتمالية والآن المرحلة الثانية على أن نسحب من العلبة B ما هو احتمال سحب قطعة من الشوكولات بشرط أن تكون من العلبة B؟ أحسنت بما أنه لا يوجد سوى قطعة واحدة فذلك يعني أن احتمالها يساوي 1 لنعود إلى المطلوب وهو إيجاد احتمال A و C أو B و C وبما أنه لا يمكن سحب قطعة بسكويت واحدة من العلبة A والعلبة B معا أي أن هذين الحدثين متنافعين ذلك يعني أن اتحادهما يتبع مبدأ الجمع إذن سينتج لدينا احتمال A و C بلس احتمال B و C والآن قبل السؤال ما هو قيمة احتمال A و C يا ترى هل الحدثين A و C حدثين مستقلين؟ نعم فحدث اختيار العلبة A أو عدم اختيارها لا يؤثر في احتمال اختيار قطعة من البسكويت بطعم الشوكولات لذلك فإن التقاطع هنا يتبع مبدأ الضرب وبإمكانك الاعتماد على المسارات في مخطط الشجرة لتسهل عليك المهمة أين هو المسار الذي يعني اختيار العلبة A و من ثم اختيار قطعة بسكويت بالشوكولات؟ أحسنت قم بضرب الاحتمالات على المسار لينتج لدينا 0.5 احتمال اختيار العلبة A times 0.5 احتمال اختيار قطعة شوكولات من العلبة A مضافا إليها احتمال اختيار العلبة B و من ثم اختيار قطعة من البسكويت بالشوكولات و الآن كما تعلمت قبل قليل ما هي أسهل طريقة لإيجاد هذا الاحتمال؟ أحسنت بتتبع المسار الذي يشمل اختيار العلبة B و من ثم قطعة البسكويت بالشوكولات قم بضرب الاحتمالات 0.5 times 1 لينتج لدينا 0.25 plus 0.5 equals 0.75 وهو احتمال اختيار قطعة بسكويت بالشوكولات حاول أن تحل التمرين السادس الصفحة الخامسة عشر بعد المائتين لعبة الفيديو إن هطل المطر غدا فإن احتمال أن يلعب خالد لعبة الفيديو المفضلة لديه هو 0.8 وإن لم تمطر غدا فإن احتمال أن يلعب خالد لعبة الفيديو المفضلة لديه هو احتمال 0.4 فقط إذا كان احتمال هطول المطر غدا هو 60% أوجد احتمال أن يلعب خالد لعبة الفيديو المفضلة لديه عزيزي الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك تحقق من صحة الحل ما هو المطلوب؟ أحسنتم المطلوب إيجاد احتمال أن يلعب خالد لعبة الفيديو سواء أمطرت أم لم تمطر وكيف يمكن أن نعبر عن هذا المطلوب؟ أحسنت بأن نقول أن المطلوب هو إيجاد احتمال أن يهطل المطر وأن يلعب خالد لعبة الفيديو أو أن لا تمطر وأن يلعب خالد لعبة الفيديو إذن برأيك على كم مرحلة ستتم هذه التجربة؟ أحسنت على مرحلتين مرحلة هطول المطر ومرحلة لعب اللعبة وما هي أفضل طريقة لإيجاد هذه الاحتمالات؟ أحسنت باستخدام الشجرة الاحتمالية؟ دعونا نكون الشجرة الاحتمالية ما هي المرحلة الأولى؟ أحسنتم مرحلة هطول المطر أو عدم هطول المطر وما هي المرحلة الثانية؟ أحسنتم مرحلة اللعب فقد يهطل المطر ويلعب خالد لعبة الفيديو أو قد يهطل المطر ولا يلعب لعبة الفيديو وأيضا قد تكون المرحلة الأولى عدم هطول المطر فذلك يعني أنها قد لا تمطر ويلعب خالد لعبة الفيديو أو أن لا تمطر ولا يلعب لعبة الفيديو والآن ماذا يجب أن تفعل؟ أحسنت يجب أن نملأ الاحتمالات على الشجرة الاحتمالية لنبدأ باحتمالات المرحلة الأولى ما هو احتماله طول المطر؟ أحسنت من المعطيات 60% والتي تساوي 0.60 ضعها على الشجرة الاحتمالية والتي تساوي أيضا 0.6 والآن ما هو احتمال عدم هطول المطر؟ لاحظ أن حدث عدم هطول المطر هو حدث متمم لهطول المطر إذن يمكن إيجاده باستخدام المتممة فاحتمال عدم هطول المطر equals 1- احتمال هطول المطر وبالتعويض عن هطول المطر بـ 0.6 ينتج لدينا 1-0.6 إذن احتمال عدم هطول المطر هو 0.4 ضعها على الشجرة الاحتمالية والآن لنجد احتمالات المرحلة الثانية أما بالنسبة للمرحلة الثانية فسندرسها على جزئين إذا هطل المطر وإن لم تمطر فنسأل السؤال الآتي يا ترى إذا هطل المطر ما هو احتمال أن يلعب خالد لعبة الفيديو؟ أحسنت من المعطيات 0.8 والآن نسأل السؤال الآتي إذا هطل المطر ما هو احتمال أن لا يلعب خالد لعبة الفيديو؟ لاحظ أن متممة حدث أن يلعب الفيديو هي أن لا يلعب إذن بإمكانك إيجاد هذا الاحتمال باستخدام المتممة ولكن بشرط عنده طول المطر ما هو احتمال أن لا يلعب خالد لعبة الفيديو عنده طول المطر؟ أحسنت باستخدام المتممة هو 1- احتمال أن يلعب لعبة الفيديو عنده طول المطر وبالتعويض عن هذا الاحتمال بـ 0.8 ينتج لدينا 1-0.8 إذن احتمال أن لا يلعب خالد لعبة الفيديو عنده طول المطر هو 0.2 ضعها على الشجرة الاحتمالية والآن اسأل نفسك السؤال الآتي إن لم تمطر ما هو احتمال أن يلعب خالد لعبة الفيديو؟ أحسنت من المعطيات 0.4 والآن إن لم تمطر ما هو احتمال أن لا يلعب خالد لعبة الفيديو؟ أحسنت كما في السابق بما أن حدث أن لا يلعب لعبة الفيديو هو حدث متمم للعب لعبة الفيديو إذن سنعتمد على المتممة ولكن هذه المرة عند عدم هطول المطر فنقول أن احتمال أن لا يلعب لعبة الفيديو إذا لم تمطر equals 1- احتمال أن يلعب لعبة الفيديو إذا لم تمطر وبالتعويض عن احتمال أن يلعب لعبة الفيديو عندما لا تمطر بـ 0.4 ينتج لدينا 1-0.4 إذن احتمال أن لا يلعب لعبة الفيديو عندما لا تمطر equals 0.6 ضعها على الشجرة الاحتمالية والآن أين هو المسار على الشجرة الاحتمالية الذي يعبر عن احتماله طول المطر وأن يلعب خالد لعبة الفيديو؟ أحسنت هذا هو المسار وهل حدث هطول المطر ولعب لعبة الفيديو حوادث مستقلة أم لا؟ نعم حوادث مستقلة فلا يؤثر أحدهما على احتمال الآخر إذن سنقوم بضرب الاحتمالات لإيجاد احتمال التقاطع لينتج لدينا 0.6 احتمال هطول المطر x 0.8 احتمال أن يلعب لعبة الفيديو وأو تعني الجمع وما هو المسار الذي يمثل احتمال أن لا تمطر وأن يلعب لعبة الفيديو؟ أحسنت هذا هو المسار وبما أن هذه الحوادث مستقلة وذلك يعني أنه بالإمكان إيجاد احتمال التقاطع باستخدام مبدأ الضرب قم بضرب هذه الاحتمالات 0.4 احتمال أن لا تمطر x 0.4 احتمال أن يلعب لعبة الفيديو وبالتبسيط ينتج 0.64 إذن احتمال أن يلعب خالد لعبة الفيديو بغض النظر إن أمطرت أم لم تمطر هو 0.64 إلى هنا أعزائي الطلاب نكون وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه إلى اللقاء في دست جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر